جريدة عمام بانتكاف تلقم لكم الحدث بالصوت والصورة السلام عليكم الاسم اقناو كامال المنطقة منطقة الغرب سيدي سليمان نحن نتوجد في واحد ضيعة اللي هي ضيعة العلوي اللي فيها المساحات تقريبا تتقارب 40 اقطار وفيها المنتوجات اللي تنذيرت قريبا كل عام هي منتوجة شوية تاع البطيخ اللي هي البطيخ اسفر وصويلة اللي هو الشمام وصويلة من نوع آنانس اللي هي منتوج ما كيش بزيف عادنا في المنطقة ولكن مع ذلك نحاولون نعرفوه وندخله للمنطقة هنا وعدنا البطيخ الأحمر اللي هو دلح ولكن دلح عادنا واحدة البطيكيلا اللي هي بطيكيلا صون تاع الميني باستك هاد الميني باستك اللي الوزن تاع متي تفاوتش 3 كيلوغرام وهاد الوزن تاع 3 كيلوغرام يعني في دلحة نقاوة القادر نقاو دلحة تاع 3 كيلو جو كيلو ونص تاع حتى الكيلو وبنسبة لنحنا هاد الوزن تاع العمل داج هنا في الضيعة اللي هي كتلمسحة تاع بتاع داس قطار وهاد الوزن تاع الشركة اللي هي رائدة في المغرب الشركة هايتك اللي هاد الوزن تنوزها للتاحية ونشكر الناس ديالها بحيث تاعطوني بزا فيد المساعدة وفضلهم هما قدرت ندخل هاد المنتوج هادا للمغرب نقول ندخلت هاد المنتوج للمغرب حد ساعة المعلومات اللي عندي هاد المنتوج جديد وكاين اللي عن قايت كان واحد ترواز سيت اللي هما كان واحد دو سيت كان في اسبان واحد دو سيت كان في اليطالي وهاد دو سيت هادا اللي كان هنا في منطقة الغرب اللي هو في سيدي سليمان بنسبب ان هاد دللح هادا كي قلنا دللح صغير فيه ثلاثة كيلو والخاصية ديالو مافيش زريعة نوك مافيش زريعة وتنعرفوا واحد القادية اللي هي معروفة بعد الناس التقنيين نوك العامة ما تعرفوا هشي هي الدلحة اللي هنا غالبا الدلحة كبيرة اللي تعرفوا المغربة تياخدوا بزاف عاد هي عشرة كيلو وثناس كيلو وثلاثة عشرين كيلو وبأن الدلح إلا بغا كل كيلو دلح يساوي نظرياً ربعة يترو ونص نتعلم ولكن عملياً لا تيغي بوحدة ولا بخاتيك بوحدة لابغاتيك هي خمسة ورعين يترو تلماء تلكيلو تلك الدلحة يعني الدلحة بدنا عشرة كيلو خاصة أربعمائة وخمسين يترو تلك الما بالنسبة للدلحة انتع جوز كيلو هي خاصة يلا لكلنا خمسة ورعين في جوز يعني يلا تسعين يترو تلماء يعني هذا واحد اختيصات كبير في المسبة للماء وهذا الاقتصاد هذا نظراً الأعوام تلك الجفاف أعوام هذه الأعوام تحاولون تنقوم بعمل الماء و هناك شيء آخر بالنسبة للناس الذين لديهم المشكلة على الظهر والناس الذين لديهم بحديثهم الذين لديهم سابع في المائل العائلة فيها جلسة الناس الذين لحنتها عشرة كيلو يأكلون نصوي لحو النص هذه معروفة هذه معروفة صغيرة تعجز كيلو أو ثلاثة كيلو أو كيلو يأكلها في الوجبان في الغداء أو العشاء تشهد دلحة والناس الذين يكونوا بالمثال يتحدثون على خارج المدن في كارين بحديثهم لكم في العون إنسان تشهد دلحة ولا يبدو أن يأكل عائلة لكي يأكل دلحة هنا يمكن أن يأكل المرش و يأكل دلحة و يأكل دلحة كبار و الثانية كيف تقولها العام نداج ماذا تقولها؟ هو الثامن النقطة لا يوجد الفرق بينه و بين دلحة كبيرة في الثامن يعني الدلحة كبيرة هي لديها 3 درهم هذا سيكون لديها 3 درهم و لديها 4 درهم يعني يزيد لي 1 درهم نظراً للمنتوج هذا المنتوج عنده واحد الخاصية هي لا تقول لك بزا فعاد عنده جوج دلحات في الجدرة حتى لثلاثة يعني لدينا جوج كيلو و لكيلو و نصف في الجدرة يعني نسبة 5 كيلو ل 3 كيلو لجدرة يعني يمسي بزا فعاد كيفية لهذا تنقول يكون جيد 1 درهم لها درهم و نصف على الدلحة الكبيرة لكن ما تدرش ما تدرش على القصة كيف تنقوله هذي هذي نظاريا دوك لغز عن الدلح و جانال الشركة اللي دخلتوا لي هذي الشركة اللي جيون بخير و تنشكر من هذي المنبر هذي تنشكر سي إيزيك و مادام شوندرا و نابيل و عبد السامد هذي الناس هذي اللي وقفوه في جنبي و عاونوني دوك التقنية نتاعو شوية صعيبة دوك العلموني و توني التقنية يعني بحيث حيث نديلوا البيبينيار في الضيعة عندي نيز و لكن النسبة الناجحة على البيبينيار مشكلة يعني فالولاني كانت أعطتني 50% فأسكني هنا في الضيعة أنا ازرعتها 3 المراحل مرحلة اللولة والثانية والثالثة ندوك المرحلة اللولة الضيعة 75% و نحن الضيعة 80% لذلك سوف يكون غراس هاد الناس هادو اللي اللي عاونوني بسبب التقنية نوك تنجعلهم تنجعلهم الصكر الشكر بهذا المنبر هاد عاودتاني و تنقول عاودتاني بأن هاد اللي حدا خاس نجدو بشياء القدم خاس نعرفو خاس بوف ما نقول الشعب المغربي خاس نعرفوا بأن هاد المنتوج هاد منتوج مزيان اقتصادي نوك و كيتا نقول دايما حتى درويش ياكل اللح نوك كوش ياكل اللح علش اللح و مو يبقاش هاد هاد اللح هاد نتنشوف ها في تليفزيو عند الناس الأوروبي حتى المغرب نتعنا ياكل اللح وهذا عندو خاصية كبيرة بزاف و على الجريب ومزيانة للرجال نقول هات نقول لابن الماضي الرجال خاسهم بسبال هاد السؤال خاسهم يضربوا هاد المنتوج هاد بسبال الرجال على الخصوص على الخصوص ذوك ها علش حيث دباب نتن تهز دللح صغيرة مسي دللح كبيرة و تلاج منتعنا المغرب العموم تتكون تقويا عامرة بكل شي دللح معنش بلاستها دللح صغيرة عندها بلاستها و فين دي ها عندك هاشي لم يمكن نقول على المنتوج هذا وتنطلب من الناس يجربوا ان غادي تضيع عمجة بي قطار هاد عمجة عشر قطار يعني واحد نسبة مغامرة ولكن المغامرة ما ناخد نسبة مغامرة تنخ دا بان تحدي بان حتى المغرب في زميع المنتوجات حتى المغرب قد يدخل كل شي حتى المغرب حتى المغرب عدنا ناس تقنيين الحمد لله تعاونوا حتى المغرب تحنان عدنا بدخول لسوبرمقشي تلقى ميني باستيك بوكو ماشي تنشوفوها في مكشي على برا وتنشوف بواحد أتمينة باهضة أنا الميني باستيك تتبع في فجارة الشمالية تروازورو الباستيك تروازورو سايكنت دوك هنا في المغرب غادي يوكل هال الكوسوى مغربي ولا كوسوى أجنبي واحد تمال لما كناش عنده في أوروبا الحمد لله الله مالك الحمد بلدنا بلد خيارات بلد المنتوج الوافير الحمد لله الله مالك الله مالك الحمد والخصص الاقتصاد تلما هاد الاقتصاد تلما اللي هو اقتصاد مهم مهم بالزفعد لسيامة بسبب هالأعوام الجفاف ولسيامة نشوف هالإشهارات للخرق هالإشهارات يدور على هادلح عيان خايب فيه فيروسات فيه 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 بالزفعد هادشي مكيش منه هادشي مكيش منه الحمد لله كنا واحد المكتب لونسا هاد لونسا وقفة في جنبنا تدق تحاليل تيجوا للضيعة تياخدوا المنتوسي ياخدوا منه تحاليلات جاءوا عندي هنا ياخدوا التحاليل الحمد لله نحن 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 تبقى فيه الحال بس تكل تيكل العصات تيكل العصال في الله إلى المنتوج ما تنكل شي تتشوف الأسواق الأسواق عمر بالدلح علاش حيط المغربي خاف اسمعو إشاعات هاد إشاعات ما عنده مصداقية يعني مثل إنسان تيخاف من الدلح هاد إشاعات سيكله غادي يأكله نحن نحن في الشمالية المنتوج تجمعو تلوحو نحن لا نحن نحن حتى تتقاف الحاجة حرام تضيع الحاجة عندنا الإنسان عندنا أسواق عمروا بالدلح عمروا بالسويلة عمروا بالتخصصفر ما كيف لي يأكل لا أنت نشجع عبر الله كول أعاون الفلاح أعاون الفلاح على المغرب الفلاح هو كاللعصى وخصوصها العام الفلاح مشكلة الله لا مشكلة بزياد نكت نتمنى من الله يكون الميساج يوصل وحاولت ندخل هذا المنتوج رمسي جميعا تنقلب على الفلوس حشا لا بوية المغربية يكون واحد المنتوج اللي هو مزان وغادي نحل لكم واحد هداكم دماغ تشوفوها بعين نسولة بأن الحمور هي كاينة والحلوة كاينة ومحبابكم عندي بارا بركة الله نكتر تشوفو ها المنتوج ما فيس الزرية قيبها الزرية نهائين تلا ميني 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 الحمورية هي كاينة وزوفوزو قارونتي ما تن ضمن لكم واحد المضاق اعتيا روعة اه انا جربتو وكلها والأصدقاء ديالي وكلها والناس في واحد المضاق انتاع الدلاح القديم ديك الدلاح القديمة وتنتمنى من الله انتاع هل من تشجعوه يضوقوه ويقلبوه عباد الله ره موجود غادي يكون صالح في الأسواق غادي نحاول يدخل الانتاج قرب مقالي والوق نحن نحن في العدل العكسي جي موان جي موان دو لذا ما يفعل الانتاج هو حاليا موجود لذا قريبا نحطوه في الأسواق واتمنى من الله المغربة يعاونونا يعاونوا الفلاح يعاونوا الفلاح الصغير يعاونوا الفلاح بس يمشي لجي سوية القدم لذلك حاولوا تسجعو المنتج المغربي حاولوا تنتهي المنتج هذي يتمشى حاولوا نعم هذا الله يكترخ لكم ويكون لكم في العون عافوا بأن الأزمة والله عزنا الوباء هذا هذا هو وباء كورونا كان الأزمة كان الناس اللي رأي يكون نفس التامك للحي الكبير وتنتمون الله من الله من هذا المنبر هذا وفقنا وفق عبارة الله كاملين والله يجد لدينا القدام والله يعطينا سعى مبارك ومسعود والله يحزنا الوباء شكرا جزيلا هنا من ضيعت سليمان ضيعت كما لقنا أعنكم الله لا تنسى تشارك في القناة وتفعل جرس باش وسط كل جديد من جهد تتعلم 24